مرحبا بكم مستمعين اينما كنتم سواء داخل المغرب او الخارج على اتري داتنا ايغ 212 لاويب راديو دي ماروكان دي مونت اولي داعف الويب مجاخصة لمغربة العالم فقرات هاكسويكم وستمعينك رفقكم في مجموعة مليزاستوس لقدروا يبدل حياتكم اليومية هل تشعر ان وقتك يضيع هباء في التنقل اليومي؟ هذا الامر طبيعي جدا فمع ازدحام السير وازدياد فترات الانتظار في وسائل النقل قد يبدو الوقت الذي تقضيه في التنقل وكأنه وقت ضائع لا فائدة منه لكن ماذا لو اخبرتك انه يمكنك تحويل هذا الوقت المزعج الى فرصة ذهبية للانتاجية والنمو الشخصي فقرات هاكسويكم وستمعين ساقترح عليكم خمس حيال ذكية تساعدكم على استثمار وقتكم الضائع في المواصلات بشكل فعال مما يجعلكم تشعرون بانكم تستفيدون من كل دقيقة تقضونها في التنقل اولا الاستماع الى البودكاست والكتب الصوتية البودكاست والكتب الصوتية هي وسيلة رائعة للاستفادة من الوقت الضائع في المواصلات يمكنك اختيار موضوعات تهمك سواء كانت تعليمية ترفيهية او تطوير ذاتي هناك العديد من البودكاستات المتاحة في مختلف المجالات مثل التكنولوجيا الصحة الثقافة والاعمال يمكن ان تكون هذه الاوقات فرصة رائعة لتوسيع معرفتك والاستمتاع بمحتوى مفيد ثانيا تعلم لغة جديدة استثمار الوقت في تعلم لغة جديدة يمكن ان يكون مفيدة للغاية هناك العديد من التطبيقات مثل دولينغو وبابو التي تجعل تعلم اللغات ممتعا وسهلا يمكنك استخدام هذه التطبيقات خلال رحلتك لتعلم كلمات وعبارات جديدة وتحسين مهارات الاستماع والتحدث لديك تعلم لغة جديدة يمكن ان يفتح لك افاقا جديدة ويساعدك في حياتك المهنية والشخصية ثالثا التخطيط لليوم او الاسبوع استخدام وقت التنقل للتخطيط يمكن ان يكون فعالا جدا يمكنك استخدام التطبيقات المخصصة للتخطيط والتنظيم لتحديد اهدافك وماهمك اليومية والاسبوعية هذه العادة تساعدك على تنظيم وقتك بشكل افضل وزيادة انتجيتك ستكون مستعدا ومتحفزا لتحقيق اهدافك رابعا قراءة الكتب او المقالات اذا كنت من محبي القراءة فهنا وقت التنقل يعد فرصة مثالية لقراءة الكتب او المقالات يمكنك تحميل الكتب الالكترونية واستخدام تطبيقات التي توفر المقالات والاخبار القراءة توسع افاقك وتعازز معرفتك في مختلف المجالات كما انها تعد وسيلة رائعة للاسترخاء والابتعاد عن الضغوط اليومية واخيرا مستمعين ممارسة التأمل والاسترخاء التأمل هو وسيلة فعالة لتخفيف التوتر وزيادة التركيز يمكنك استخدام تطبيقات التأمل مثل كالم او هيد سبيس لمساعدتك في ممارسة التأمل خلال وقت التنقل حتى بضع دقائق من التأمل يمكن ان تحدث فرقا كبيرا في حالتك النفسية والعقلية وختم المستمعين باستخدام هذه الحيالة الخامس يمكنك تحويل وقت التنقل من وقت ضائع الى فرصة للنمو الشخصي والمهني استغلال هذا الوقت بشكل فعال يمكن يزيد من انتاجيتك ويعزز شعورك بالانجاز في المرة القادمة التي تستقل فيها وسيلة مواصلات جارب تطبيق احدى هذه الحيال واستمتع بالفوائد التي ستجنيها بهذا المستمعين كنوصنا لنهاية فقرات هاكسويك رفقة ممتعة مع باقي برمجات ايردسوندوس لو يبغادوا دي ماروكان دي مونت